السلام عليكم وطني حبيبي هنتكلم على موضوع تشكا وانتو عارفين ببقى سعيد جدا 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 وببقى فرحان بيبقى من اجمل اوقاتي ان انا اتكلم على مشاريع مصر العملاقة وهي بتتطور وهي بتتقدم وهي بتتشطب وهي خلاص بتوصل لمرحلة الانتاج والحمد لله رب العالمين تشكا 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 الحمد لله والشكر لله طبعا مشروع تشكا مشروع عملاق جدا 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 نقول لكم عنه يعني ايه كلمات مختصرة كده نعرفكم بالمشروع مشروع تشكا اكبر مزرعة تمور في الشرق الاوسط من حيث العدد والانتاج وجودته واستخدام احدث التكنولوجيا في الزراعة والري طيب وايه تاني عم وطني مشروع تشكا يا جماعة بيدم ايضا زراعات للمحاصيل الاستراتيجية الهمة الامح والخدر والموالح والمنجة مشروع تشكا يا جماعة يؤكد توقف الارادة والثقة وقدرة الدولة على ادارة المشروعات الكبرى وتحقيق النجاح وعلاج السلبيات وتصحيح مصار المشروعات التي تعصرت في الماضي مشروع تشكا يا احبابنا من مشروعات الزراعية الواعدة والزراعة فيها لابد ان يتبعها مشروعات اخرى يعني ايه يعني مش هتبقى زراعة بس يا جماعة لا ده هيجي مع الزراعة طبعا انتو عارفين سروة حيوانية وتربية السروة الحنوية الحيوانية والتقاوي والتصنيع الزراعي يعني مشروع ياخد ملايين الايد العاملة ويدي المصر انتاج رهيب ويعزز مصر في انتاج القمح اللي احنا طبعا ما بنستغناش عنه وبنشتري منه معظم منه عملت ايه الكمية اللي بنشتريها والحمد لله على يد الراجل صاحب القرار الجميل وعلى يد جيشنا العظيم وعلى يد شعب مصر وسواعد شباب مصر اللي بيهدوا وبيحفروا طيب المشروع ده كان معمول ايام حسني مبارك وكان تدهور ليه لان فيه عقبات كانت كتير في المية وفي العيشة وفي كذا وكذا وكذا من ضمن اكبر الاعاقات اللي كانت موجودة تسعة كيلو من جبل تسعة كيلو طبعا كان مانع وصول المية جبل من الجرانيد وبانع وصول المية لستين في المية من الارض اتشال الجبل ده واتخد قرار انه هو يتهد وتهد الحمد لله وخلاصنا منهده الحمد لله وبتتمهد الترع وبتتمهد القنوات اللي توصل المية بمواسير عملاقة عملاقة اقل شيء مترين وستين القطر بتاعها يعني شغل شغل بالنار شغل عظيم شغل رائع ربنا يبارك في كل من اخذ القرار ربنا يبارك في كل سواعدنا وقواتنا المسلحة وكل الناس اللي سهمت في هذا المشروع الجميل مشروع تشكة اللي يبشر بالخير 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 لأهل مصر وخيرات مصر طلعا طلعا باذن الله تعالى بس عايزة العرق والمجهود طيب وحيعمل مجتمعات جديدة يا وطني وناس جديدة تروح تعيش اه طبعا ويخفف عن السعيد طبعا وهم اهل السعيد طبعا طبعا المشروع فيه محطة بحوث تابعة المركز بحوث السحراء وحاجات تانية تابعة مركز تاني للبحوث الزراعية ومحطة للميكانة الزراعية يعني مشروع سبحان الله العظيم تلاتة جميل 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 هيوفر لنا مليون فدان من الاربعة مليون فدان اللي قررت نصر تزرحهم واللي قرر السيسي يخش بيهم بكل عرق ومجهود فيه احلى من كده فيه اجمل من كده فيه حد بيعمل كده اهلا وسهلا بيكم يعني من 540 الف فدان يتحول لمليون فدان ما شاء الله تبارك الله فيه امح وفيه محاصيل زراعية وفيه وفيه كل ده مش خير لمصر كل ده مش ايدي عاملة هتشتغل المهندس هيشتغل والعامل والمزارع والدنيا كلها والسعيد كلها هتشتغل ما شاء الله تبارك الله ده واحد من المشاريع العملاقة اللي دخلت فيهم مصر وشغالة سبحان الله العظيم المشاريع اللي بتاخد سنين وسنين وسنين بتتعمل في سنة واثنين وتلاتة بس الحمد لله هو ده السيسي مش هو ده السيسي يا خرفان فين الخرفان يشوفوا ما بيشوفوش عندهم عمق بصر وبصيرة أنا سعيد جداً وربنا يسعد الشعب المصري وربنا يسعدك يا أم الدنيا ويبارك في الرزق اللي ربنا رزقه لك من كل مكان الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد ولك الشكر بارك الله في كل من ساهم في هذا المشروع العظيم العملاق ولسه جاية الخيرات جاية 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 وأكبر مشروع في الشرق الأوسط لزراعة التمور التمور الفخرة سبحان الله يعني حاجات ربنا بكرمنا بيها طبعاً بتاخد مجهود كبير وتاخد عرق وجهد وهو ده الدنيا هو اعرق واشتغل وربك معاك وربك يعتيك وربنا يا رب يبارك فيك يا سيسي ويديرك البركة يا رب يا كريم وان شاء الله تعالى تشوله في مصر أم الدنيا وقد الدنيا وكل الدنيا وربنا هيبارك ويبارك ويبارك طالما فيه جهد وفيه عرق طبعاً ربنا بيبارك سبحان الله وكمان البركة البركة في شعب مصر الجميل وفي خيرات شعب مصر الجميلة قلت لكم نصبر شوية يا شعب مصر هانت هانت والله وبانت وجاي الخير كله وعندنا الخير كله مفيش حتة في مصر مش بيتعمل فيها مشاريع مفيش حفظة في مصر مفيش مشاريع فيها قيمة اشي مشاريع صناعات اشي مشاريع طرق اشي كل حاجة كل حاجة حطيت ايده فيها عبد فتاح السيسي الله يبارك فيه وطبعاً مين مش عبد فتاح السيسي الوحده معه الجيش العظيم معه الجيش الشهداء الجميل معه الجيش القوات المسلحة بتاعتنا يعني جزامهم على رأسي من فوق ومعانا الشعب المصري بكل سواعد ومين اللي بينفذ الحاجات دي مين مين اللي بيحفر مين اللي بيعمل مين اللي بيتور مين اللي بيركب مواسير اتنين وستين يعني سبحان الله العظيم مين اللي بيمهد طرق بالالف كيلو والالفين وبالتلاتة واربعة مين اللي بيقول على مشاريع القهربة اللي اتعاملت دي كم ميجا وط دخلت مصر وكم قد ايه وقد ايه مصر هتبقى مركز للطاقة واللي كل اللي عايز قهربة واللي عايز طاقة في العالم كله من كل مكان في اوروبا في قبرص اليونان لبنان السودان ما شاء الله الاردن يعني السعودية ما شاء الله كلنا كلنا بنكمل بعد الوطن العربي كله بيكمل بعد ومصر هي ما شاء الله ما شاء الله قالوا قبل كده ان قناة السويس بيركة بيركة دعم البركة وبيقول قناة السويس الجديدة ومش عارفين عارفين دخل قناة السويس السنة دي بس لحد 15 ديسمبر اللي فات دوت كم 87 مليار يعني ما شاء الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله كله يسعد ويفرح زي ما أنا فرحان والناجح يرفع ايده ايه الناجح يرفع ايده ايه ايه الناجح يرفع ايده طبعا ارفع ايدك يا شعب مصر نجحت ويرفع ايدك يا قوات يا مسلحة ويرفع ايدك يا سيسي ويرفع ايدك يا وطني والناجح يرفع ايده هين الناجح يرفع ايده طبعا سعيد جدا وفرحان جدا ومبروك لمصر وخير مصر الاهل مصر ان شاء الله وللوطن العربي كله تحياتي كان معكم وطني حبيبي